موسيقى لليوم الخامس على التوالي عمليات البحث والانقاض عن ناجين تحت انقاض الزلزال تتواصل في سوريا وتركيا وجهود الاغاثة تتوافد على المناطق المنكوبة موسيقى تعلن رفضها شروط مبادرة السلام الاوكرانية وكييف تحط الغرب على مزيد من الدعم العسكري موسيقى بريطانيا تسجل الصفر نمو في الربع الاخير من عام 2022 الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة الواحدة بتوقيت جريندسو نشرة اخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري اهلا بكم موسيقى تابع رئيس مجلس الوزراء دكتور مصفى مدبولي جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة في تلقي ورصد شكاوى المواطنين من مختلف المحافظات والاستجابة كذلك لها وذلك خلال شهر يناير الماضي التقرير أكد أن المنظومة تلقت ورصدت 113 ألف شكوى وطلب والثغاثة خلال شهر يناير الماضي موضحا أنه عقب المراجعة والفحص المبدئي لشكاوى المسجلة على المنظومة خلال هذا الشهر تم توجيه ما يقرب من 91 ألف شكوى لجهات الاختصاص وحفظ 18 ألف شكوى وكما أضف البيان أنه تم إصدار إعادة تفعيل 4350 كرت تكافل وكرامة للأسر المستحقة وإنهاء إجراءات إصدار 268 بطاقة خدمات متكاملة نظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الجلسة النقاشية الثالثة في إطار إعداد مشروع بحثي متكامل لسياغة السيناريوهات اللازمة للتعامل مع الوضع الاقتصادي العالمي خلال عامي 2023-2024 وذلك تنفيذا لتكليف رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ناقشت الجلسة الثالثة تحديات تحقيق الأمن الغدائي بحضور ما يزيد عن 20 خبيرا من عدد من الجهات المعنية بالأمن الغدائي في مصر والمزارعين ومنتج الثروة الحيوانية والحاصلات الزراعية وخلال الجلسة تم تأكيد على أهمية مواصلة التوسع في الزراعات التعاقدية في ظل نجاحها في زيادة المساحات المنزرعة من المحاصيل الاستراتيجية ومواجهة تفتت الحيازات الزراعية لمزيدنا من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا دكتور جمال سيام مستدر الاقتصاد الزراعي دكتور جمال بعد تحية جهود حثيثة تبزلها الدولة لتحقيق الأمن الغذائي في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة والتي يشهدها العالم في الوقت الرهن كيف ترى تلك الجهود وأبرز هذه المحاور من وجهة نظر حضرتك؟ في الحقيقة طبعا الأزمة العالمية المتمثلة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية يعني أعطت للأزمة الغذائي العالمي بعد جديد يعني شديد القصو على الدول المستوردة للغذاء طبعا مصر أحد الدول المستوردة للغذاء نستورد مصر حوالي 60% من غذاءها في المجمل يعني لكن المحاصيل الأساسية يعني الحبوب والقمح والذرة والمحاصيل البزول الزيتية طبعا نستورد منها كميات كبيرة جدا وأن المعدلات الاتفاق الزاتي فيها منخفضة وده عشان كده الدولة المصرية طبعا أعطت للهدف الأمن الغذائي أولوية متقدمة جدا على أساس أنه يعني تواجه التحديات أنه جمعا سواء الأزمة الأوكرانية الحرب الروسية الأوكرانية أو حتى الطيورات المناخية اللي بدأت نلمس أثرها على الانتاج الزراعي والغذاء نعم طبعا المحاور طبعا تتمثل فيه رفع انتاجية للفدان من المحاصيل الأساسية طبعا على رفع القمح طبعا الانتاجية اللي وقت حوالي 18 ردب ممكن تصعيدها إلى 25 ردب الدورة نفس الكلام يعني ده تبج تلاتة ونصف طن ممكن إلى 6 طن البزول الزيتية الحقيقة برضو مهمة جدا وزي مجلس الوزراء والحكومة قررت أخيرا التوسف في محاصيل في زراعات المحاصيل البزول الزيتية طبعا فول الصوية والعباد الشمس والدورة طبعا أحد المحاصيل المهمة الدورة بتتخدم على ناحيتين الغذاء الإنساني والغذاء والعلاف الحيواني طبعا ده مخطط طبعا ده أحد الصور يعني الصورة الأخرى المحاور اللي يعني الحكومة بتركز عليها مسألة التوسع الأفقي والمشاريع العملاقة اللي يعني افتتحت مؤخرا خير شاهد على ذلك يعني دي أبرزها طبعا مشروع دلتة جديدة اللي هي أساسا المحور بتاعها مشروع مستقبل مصر ثم إنعاش وإحياء مشروع تشكي بعد ما كان التوقف يعني ثم مشاريع السيناء وشرق العوينات دي المحاصيل المشروعات بتشكل في معظم حوالي 4 مليون فدان حوالي مليون فدان تم فعلا تشغيلها حتى الآن والباقي في الطريق يعني طيب دكتور جمال فضلا لو تأذن لي مصر بالأساس هي دولة زراعية منذ القدم من قديم الأزل وهي دولة زراعية وكانت في الماضي الماضي البعيد في عهد سيدنا يوسف عليه السلام كانت خزينة الأرض من الغلال ومن السلع الغذائية المختلفة يعني امتد هذا المشروع وامتد هذا الأمل في الدولة المصرية منذ القدم وحتى الآن حتى في الدولة الحديثة الدولة المصرية تهتم دائما بالزراعة وبالأسليب الزراعية الحديثة الاهتمام بالأمن الغذائي أصبح توجيه بتعكف عليه مؤسسات الدولة كافة على تحقيقه سواء بتقديم المشورة أو الاستماع للخبراء كل الخبراء في التنفيذ كيف يمكن التكيف مع هذا الموضوع والتكامل وانعكاس كل هذا على أن يكون له مردود إيجابي على مجهودات الدولة في هذا الإطار زي ما حدث تفضلت الحضارة الزراعية الأولى نشأت على أرض المصرية وده يعني كان بفضل جهود الفرعناول طبعا قصة سيدنا يوسف زما أظهر شرط يعني كانت مصر هي المخزن الاستراتيجي للهالم في الموضوع الغذاء وحتى يعني أصر قريبة يعني في العصر الروماني كانت دولة دولة رومانية كلها كانت تعتمد على إنتاج القمح والحبوب في مصر يعني ولغاية وريب يعني غاية الستينات مصر ما كانتش بتستورد على فكرة أمح يعني لأن السكان كان مليمين يعني حوالي إن كنا تلاتين أو أربعين مليون نسمة فالحقيقة هو موضوع السكان يعني إحنا موضوع السكان مهم جدا البعد السكاني لو ده هدناها في الاعتبار يعني السكان طبعا كانوا حوالي تلاتين أو أربعين مليون نسمة في الستينات الآن إحنا مية واربعة تقريبا مليون آخر رقم يعني أعلن مية واربعة مليون نسمة متوقع في سنة الفين وخمسين يعني بعد تلاتين سنة تقريبا أن يبقى مية وستين مليون نسمة يعني إحنا عايزين ستين في المية زيادة في إنتاج الغذاء أما هو حاليا لغاية كي يتم يعني الحفاظ على نفس المستوى من الغذاء يعني المشكلة بقى أنه إحنا مصر طبعا هي دولة زراعية تاريخيا لكن لكن للوقتي حكم التوازن السكاني والأرض والمية دول التلات حاجات اللي بيزبوطوا عملية الغذاء يعني الأرض محدودة زي ما اتفقنا في حوالي تسعة مليون فدان في أربعة مليون فدان في الطريق اللي هو التوشع الأفق يعني تلاتاشر مليون فدان الأقصى لكن نصيب الفرد المصري من الأرض الزراعية لحظتك أسامت تسعة مليون على مية مليون فدان يعني على مية مليون نسمة تلقى تسعة من مية في يعني أقل من عشر فدان يعني فده دي النقطة اللي احنا التحدي الكبير اللي بيواجه مصر يعني يعني المية طبعا زي ما عارفين المية النيل هي المصدر الأساسي سبعة وتسعين في المية تقريبا بجانب مياه الأمطار والمياه الجوفية لكن مع السكان برضو احنا دلوقتي لو أسمت حضرتك خمسة وخمسين ونص مليار متر مكعب مياه النيل على المية مليون هتلاقينا متوسط نصيب الفرد من مية خمسة ومية وخمسين يعني متر مكعب سنويا وده أقل من المعدل العالمي اللي هو موسيقى موسيقى ارتفعت حصيلة من لقوا مصرعهم جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا إلى نحو 23 ألف شخص في البلدين في حصيلة مرشحة للارتفاع هذا وقد أعلنت السلطات التركية ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في البلاد إلى 18 ألف وتسعمائة وواحد وتسعين بينما تخطى عدد المصابين خمسة وسبعين ألف شخص أشرت السلطات التركية إلى اكتمال أعمال البحث والإنقاذ في ولايتي كليس وشانلي أورفا مع قرب انتهاء عمليات الإنقاذ في عدة ولايات من بينها ديار بكر وأضنى في سوريا ارتفع عدد من لقوا مصرعهم جراء الزلزال إلى أكثر من أربعة ألاف شخص فضلا عن إصابة خمسة آلاف آخرين يأتي ذلك فيما تتواصل جهود الإنقاذ في سوريا وسط عجز في الفرق الطبية ونقص حاد في المستلزمات الطبية والإسعافية والأدوية مما قد يتسبب في تضائل الآمال في العثور على مزيد من الناجين بعد مرور خمسة أيام على زلزال المدمر ومن جهة أخرى أعلنت رئاسة مجلس الوزراء السوري أن المناطق المتضررة نتيجة الزلزال في محافظات حلب واللاذقية وحمى وإدلب تعتبر ملاطق منكوبة وبما يترتب على ذلك من آثار هذا وقد فجلت محطات الشبكة السورية للرصد الزلزالي هزة إرضية بجديدة وبقوة ثلاثة وتسعة من عشر درجات غرب اللاذقية تتواصل عمليات الإنقاذ في سوريا وتركيا وسط ارتفاع في عدد الضحايا ومخاوف من هزات الارتدادية جديدة للزلزال المدمر والذي ضرب عدة بناطق في البلدين فبعد مرور أيام على وقع الزلزال المدمر في تركيا وسوريا تكثر التساؤلات حول نسبة الأمل لإمكانية العثور على ناجين في هذا الطقس البارد أصوات كانت تأن تحت الأنقاض سكتت وأخرى نهشها البرد القارص وعيون تبحث عن غويها تحت الركام ومن كانوا ينتظرون أهلهم أول الكارثة أحياء بعد خمسة أيام أصبح كل آمالهم أن يواروا جثامين أهلهم الطراب لكن اليأس لم يتملكهم ولم تنقطع آمالهم في العثور على ناجين وإن كان هذا أشبه بالمستحيل فبحسب دراسة أمريكية فإن معظم عمليات الإنقاذ عقب الزلازل والكوارث الطبيعية تحدث خلال الساعات الأربع والعشرين ساعة الأولى بعد وقوع الكارثة وبعد ذلك تنخفض فرص البقاء على قيد الحياة مع مرور كل يوم الدراسة تضيف أن الوصول إلى الماء والهواء للتنفس عامل حاسم إلى جانب الطقس للبقاء على قيد الحياة أطول فترة ممكنة وهذا ما يحدث في سوريا وتركيا فظروف الشتاء تعيق جهود الإنقاذ فمنذ وقوع الزلزال المدمر في تركيا وسوريا يسعى رجال الإنقاذ للاستعانة بكل ما يمكن من حيوانات أو أدوات للوصول إلى ناجين تحت الأنقاذ لا سيما أن عمليات البحث خلال هذه الكوارث من أصعب عمليات الإنقاذ وأكثرها تعقيدا رجال الإنقاذ كانوا يعتمدون سابقا على فئران وصراصير مزودة بكاميرات صغيرة لا سيما أنها قادرة على الدخول إلى أمكنة لا يمكن رؤيتها أو سماع أصوات تطلب الاستغاثة فيها الزلزال الذي يعد من أكثر الهزات الأرضية دموية في العالم منذ أكثر من عقد من الزمان دمر آلاف البنايات ودفن أسرا بأكملها تحت الركام وشرد مئات الآلاف ولكن آيات الله لم تنتهي وهي تلك التي يتشبث بها الأهالي من تحت الركام فدائما صوت الحياة يصدح بالمعجزات سلامكم مشاهدين الكرام من جديد نستكمل نشرة الثالثة ونوصل معكم استكمال آخر تطورات زلزال تركيا وسوريا وجود الإغاثة والإنقاذ الحمد لله على السلام يعني حمد لله على السلام غمرت المياه قرية في شمال غرب سوريا وغادر غالبية سكانها بعد انهيار سد ترابي جراء الزلزال لضرب المنطقة ومركزه في تركيا في قرية أتلول في ريف إدلب الشمالي قرب الحدود مع تركيا غمرت المياه حقول القمح والفول والتي حاصرت أيضا منازل عدة في القرية الصغيرة والتي لم تتعرض أبنيتها الصغيرة لأضرار ضخمة محنة جديدة تضاف إلى محنهم إنها سوريا الأريمة التي غمرت إحدى قراءها المياه بسبب انهيار سد جراء الزلزال الذي ضرب المنطقة قرية التلول هي إحدى قرى ريف إدلب الشمالي قرب الحدود مع تركيا غمرتها المياه بعد انهيار سد ترابي تأثر بقوة الزلزال المتمر هنا غارقت حقول القمح والفول وبساتين الفواكه بعد ان حاصرتها المياه بل وحاصرت أيضا منازل عدة بالقرية الصغيرة التي غادر غالبية سكانها خوفا على حياتهم بس بنا عالم الساعدنا يعني بس تنقاوها الأطفال والإحريمات شي ما بنا أكتر من هي يعني لا باقر عاد يطلع بإيده يشتغل ولا شي بس بنا المساعدة من هالعالم الأهل الخير أهل النخوة فقط لا غير يعني ساعدونا شوفت عين كل بيوتنا كلها طافت كلها تدمر المياه غمرت أيضا شوارع القرية والباحات الفاصلة بين منازلها إثر انهيار الحواجز الترابية في إحدى تفرعات نهر العاصي الذي يمر بمحاذاة القرية انهار السد الترابي جراء الزلزال وصرع السكان لجمع متعلقاتهم الشخصية وتحملها في شاحنات ولم يبقى أحد في القرية الجامع غادر باستثناء بضعة شبان ليزيد الفيضان من تفاقم مشكلات الملايين الذين يعيشون في فقر ويعتمدون على المساعدات للبقاء على قيد الحياة ويكيفحون من أجل الحصول على مياه نظيفة صالحة للشرب أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن تخصيص 25 مليون دولار من صندوق الأمم المتحدة للتعامل مع أزمة سوريا وتركيا جراء الزلزال المدمر داعيا مجلس الأمن الدولي للسماح بوصول المزيد من المساعدات إلى المنكوبين في سوريا كما دعا كوتيريش إلى عدم تسييس إغاثة المنكوبين في سوريا جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد وقال جوتيريش أن هذا وقت الوحدة وليس وقت التسييس أو الانقصام قالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة أن 14 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية عبر الحدود من تركيا إلى شمال سوريا وقال المتحدث بول ديلان أن شاحنات تحمل أجهزة لتدفئة الكهربائية وخياما وبطاطين وأغراضا أخرى لمساعدة المشردين جراء هذا الزلزال الكارثي موضحا أن المساعدات متجهة إلى إدلب قالت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أنها ستقدم مساعدات إنسانية عاجلة إلى سوريا وتركيا بقيمة 85 مليون دولار وأوضحت الوكالة الأمريكية أن المساعدات ستشمل إمدادات طارئة من الأغذية والمأوى للاجئين والنازحين وإمدادات ناشطوية وخدمات الرعاية الصحية الضرورية كما قال البنك الدولي إنه بصدد تقديم مساعدات إلى تركيا بقيمة مليار و780 مليون دولار لتمويل أعمال الإغاثة في أعقاب زلزال المدمر إلى تطورات ملف الأزمة الروسية الأوكرانية وفيه أشاد الرئيس الروسي فلادمير بوتين بدور الدبلوماسيين الروس في عرقلة خطة الغرب لعزل روسيا وتكثيف التعاون مع غالبية أعضاء المجتمع الدولي وقال بوتين في برقية بمناسبة يوم الدبلوماسية الروسية إن الدبلوماسيين الروس قاموا بواجبه من مهني المشرف وقدموا مثالا للوطنية والشجاعة في المواقف الوطنية في ضد أعتى التحديات مضيفا أنه يمكن لوزارة الخارجية الروسية أن تفخر بحق بتقاليدها المجيدة حيث تحتاج البلاد إلى أفضل صفات الخدمة الدبلوماسية في سياق الحرب الهاجينة التي تشن ضد روسيا أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نبيليزيا رفض بلاده شروط كييف لتسوية الأزمة مؤكدا أن شروط مبادرة السلام الأوكرانية غير مقبولة وقال فاسيلي إن كل هذه المبادرات الأوكرانية تهدف إلى التأثير الدعائي فقط مؤكدا أن الشروط في هذه المبادرات غير مقبولة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اكتماع الرئيس البولندي أندي جي دودا مع رئيس أوكرانيا بلاده مير زيلنسكي في جاشا في جنوب شرق بولندا أكد مكتب الرئاسة البولندية أن الطرفين بحث الأوضاع في المنطقة كما نقش الحاجة إلى مزيد من التدابير المشتركة من أجل الدعم العسكري كما استعرض الرئيس الأوكراني جهوده الدبلوماسية الأخيرة في بروكسل وفي العواصم الأوروبية الأخرى جددت أوكرانيا مطالبها للحلفاء الغربيين بتزويدها بصواريخ بعيدة المدى وطائرات مقاتلة بعد موجة جديدة من الهجمات الروسية بصواريخ وطائرات مسيرة وقال مستشار رئيس الأوكراني أن روسيا مستمرة في ضرب المدن الأوكرانية مطالبا الغرب باتخاذ خطوات فعالة وإمداد أوكرانيا بالمعدات العسكرية اللازمة في إشارة لما قد يكون أحد أكبر التحولات حتى الآن في الدعم الغربي لأوكرانيا أكد الرئيس الأوكراني بوليدمير زيلنسكي أنه على علم باستعداد عدد من قادة الاتحاد الأوروبي لتزويد أوكرانيا بما يلزمها من أسلحة ودعم بطائرات مقاتلة تصريحات زيلنسكي جاءت وسط مؤشرات خلال جولة أوروبية على اقتراب دول أوروبية من تعزيز قدرات الجيش الأوكراني لمواجهة القوات الروسية في حرب توشك على إكمال عامها الأول حيث أوضح الرئيس الأوكراني أن أوروبا ستظل مع بلاده حتى تحقيق النصر وأنه سيستمر في محادثاته الثنائية مع القادة الأوروبيين لدعم كييف بالطائرات المقاتلة والطائرات الأخرى وفي وقت سابق رفضت الدول الغربية التي زودت أوكرانيا بالأسلحة إرسال طائرات مقاتلة أو أسلحة بعيدة المدى قادرة على ضرب العمق الروسي وهو توجه بدأ يتغير فيما يبدو خلال جولة زيلنسكي الأوروبية التي شملت لندن وباريس وبروكسيل وذلك من خلال تعهد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بتدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة طائرات مقاتلة متقدمة لحلف شمال الأطلنطي بالإضافة إلى اتفاق زيلنسكي مع نظيره الفرنسي والمستشار الألماني على مزيد من صفقات الدعم النوعي غير المعلنة لصالح الجيش الأوكراني على الجانب الآخر أكد الكريملين أن الأوكرانيين سيعانون إذا أرسلت بريطانيا أو دول غربية أخرى طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا لافتا إلى أن الخط الفاصل بين التدخل الغربي غير المباشر والمباشر في الحرب يتلاشى وأن مثل هذه الإجراءات ستؤدي إلى تصعيد التوتر وإطالة أمد الصراع في أوكرانيا كشف سيكرتور مجلس مدينة زابورجيا أن المدينة تعرضت مرة أخرى للقصف من قبل القوات الروسية حيث أطلقوا أكبر وابل من الصواريخ منذ بداية الحرب على جانب أخر قالت روسيا والوكالة الدولية للطاقة الذرية إنهما تأملان ويأملان في إحراز تقدم ملموس في إنشاء منطقة آمنة حول محطة زابورجيا النووية والتي تعرضت لقصف متكرر في الشهور الماضية وعبر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل جراسي عن مخاوفه مجددا بخصوص ثلامة المحطة وقال إن الوضع هش وخطير للغاية قالت الخارجية الفرنسية إن فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية التواصلان دعمهما الكامل والثابت لأوكرانيا في الدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها جاء ذلك خلال اتصل الهاتفي أجرته وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية كاترين كولونا مع وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين على هامش زيارتها للبرازيلة وطالب الطرفان جميع الدول باحترام ميثاق الأمم المتحدة وإدانة العملية العسكرية الروسية قدمت أوكرانيا طلبا إلى هولندا لتزويدها بطائرات مقاتلة من تراز F-16 أمريكية الصنع للمساعدة في صد الهجمات الروسية في بيان صحفي أكد الجانب الهولندي أن طلب كييف ليس من السهل تنفيذه موضحا أن ميستردام تحتاج إلى مناقشة لمدى توافر طائرات F-16 مع الأمريكيين وحلفاء آخرين مشيرا إلى أنه قبل أن يتمكن الجيش الأوكراني من استخدام الطائرة المقاتلة يجب أن يخضع طيارون للتدريب المناسب استدعت دولة مولدوفا سفير روسيا لديها عبر عبور صواريخ روسية في مجالها الجوي وكان قائد الجيش الأوكراني قد أعلن أن صاروخين روسيين أطلقوا باتجاه أوكرانيا عبر المجال الجوي لمولدوفا ورومانيا في حين لفت رومانيا مرور صواريخ عبر مجالها الجوي بينما أكدت مولدوفا هذا الأمر ترجمة نانسي قنقر اعلنت الشركة المشغلة لشبكة الكهرباء الحكومية الأوكرانية تعرض عدة منشآت عالية الجهد في انحاء اوكرانيا لهجامات صاروخية روسية وقالت شركة اوكرانجو ان عدة منشآت في شرق وجنوب غرب اوكرانيا تعرضت للقصف مما تسبب في انقطاع طيار الكهربائي اعلن القائم باعمال رئيس دوناتسيك الشعبية ايجور كيما كوسوفيسكي سيطرت القوات الروسية على الجميع جميع الطرق الرئيسية المؤدية الى مدينة بخموت واكد ان جميع الطرق بالقرب من البخموت تخضع لسيطرة قوات المسلحة الروسية مشيرا الى انه تم تحيير كراسانيا جورا وان جميع الطرق الان تخضع لسيطرة ميران قوات المسلحة الروسية واوضح انه توجد طرق اخرى بخلاف الطرق الرئيسية على طول احزمة الغابات والطرق الترابية ويمكن من خلالها توصيل الامدادات والتعزيزات نقلت وكالة الاعلام الروسية الحكومية عن مسؤول بوزارة الخارجية الروسية ان موسكو لا تصدق او لا تصدق تعهدات كييف بانها لا تستخدم اسلحة غريبة بعيدة المدى لضرب عمق الاراضي الروسية هذا وكان وزير الدفاع الاوكراني اولاسكي ريزينكوف قد ذكر ان كييف لن تستخدم سوى الاسلحة التي تخطط الولايات المتحدة لتزويدها بها لقصف القوات الروسية على الاراضي الاوكرانية لا تصدق او لا تستخدم سوى الاراضي الاولايات المتحدة لكننا نستخدم لدينا استخدام صرح نأب رئيس الوزارة الروسية أليكساندر نوفاك ان موسكو تعتزم خفض انتاجها النفطي طوعية بمقدار 500 الف برمين يوميا او حوالي 5% في مارس المقبل وذلك بعد ان فرض الغرب صقفا لأسعار النفط الروسية اضاف المسؤولة الروسية ان موسكو ملتزمة ببيع انتاجها النفطي بالكامل مؤكدا عدم بيع النفط للدول التي تلتزم بشكل مباشر او غير مباشر بالحد الاقصى للسعر اظهرت بيانات نشرها مكتب الاحصاء الوطني البريطاني ان الناتج المحلي الاجمالي للبلاد لم يشهد اي تغيير في الاشعر الثلاثة الاخيرة من عام 2022 هذا وقد توقع بنك انجلترا مؤخرا ان تدخل بريطانيا فترة من ركود الطفيف لكنها ستكون طويلة تبدأ في ربع الاول من هذا العام وستكون مستمرة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أستاذ مصطفى بعد التحية كيف قرأت أحدث بيانات النمو البريطاني والتي تتحدث عن تحقيق صفر نمو خلال الربع الأخير من عام 2022 ودللت ذلك؟ طبعا هذه الأرقام تعطي واقعا سلبيا للأقصاد البريطاني وهذا هو ما يمر بالأقصاد البريطاني فبالتالي بالكاد للأقصاد البريطاني تفادي ركوت الأقصاد خلال النصف الثاني من العام الماضي ولكن بالتأكيد الركوت ينتظر الأقصاد في هذا العام لماذا؟ لأن هناك جملة عامل رئيسية ثلاثة الأول وهي خسائر كورونا النقطة الثانية وهي خسائر خروج بريطانيا من التحاد الأوروبية التي تجاوز 90 مليار دولار وكذلك أيضا انتزام بريطانيا بتقديم مساعداتها إلى أوكرانيا هذا الذي جعله هناك قفزة في الدين العام للبريطاني يعني وصل إلى 2 مسترليون سترليني في شهر ديسمبر الماضي 9.7 مليار سترليني هي فوائد الديون البريطانية هذا الذي يجعل أن هناك ما ينتظر الأقصاد البريطاني أسوأ من الماضي وهناك ارتفاع في التضخم وهناك البطالة وهناك الضرابات هذه جميع مشكلات تجعل الاقتصاد البريطاني هو الاقتصاد الوحيد ضمن مشموعة السفر الذي يعاني من انكماش ورفوض متوقع من وجهة نظر حضرتك كيف تتوقع سيناريوهات التعامل مع الأزمة الاقتصادية في ظل ارتفاع نسب التضخم وإضراب العديد كمان من القطاعات في بريطانيا لا بدير عن وزارة الخزانة البريطانية إلا دين زيادة الدين العام وهذه مشكلة لا تواجه الحزب الحاكم فقط حتى حزب العمال ليس لديه المعارض ليس لديه أفكارا أخرى ولذلك حينما يكون هناك تعنس من جانب الحكومة بعدم أنح المضربين ما يطلبونه بسبب ارتفاع التضخم هذا الذي يجعل أنه قد تبحث بريطانيا على استثمارات خارجية ستكون استثمارات خريفية استثمارات أقريفية هذه هي نقطة الأساسية التي لا بد من إدارة مع جرس الاقتصاد وإلا ستكون الفترة القادمة وحتى العام ال2024 عاما قاسيا قبل الانتخابات العامة لذلك العام هل من المتوقع أن بسبب تغيير أساء الحكومة في بريطانيا لم يعد هناك خطة واضحة اقتصادية واضحة لديهم؟ هناك تخبط اقتصادي خلال العام الماضي وهناك ثلاث وزراء من حزب المحافظين كان هناك تخبط اقتصادي ولذلك اليوم رئيس الوزراء ووزير الخزانة يعملان القاعدين على تقديم برنامج اقتصادي ولكن ضمن الممكن الممكن صعب جدا كما قلت ارتفاع الدين العام ارتفاع البطالة نسبة التضخم رسميا 10.5% ولكن المستويات التضخم في المواد الغذائية تتجاوى 16% شعوبة الحالات المعيشية في بريطانيا هذا الذي يؤدي إلى نتائج ليست يسيرة صحيح انا بشكر حداك شكرا جزيلا نموح الاقتصادي مصطفى البازركان شكرا جزيلا لك اوضح البنكو الافريقي للتنمية ان الاقتصادات الافريقية لا تزال مرناع بعد تداعيات وباء فيروس كورونا واوضح ان 53 من اصل 54 دولة افريقية حافظت على نمو ايجابي وتوقعات مستقرة لفترة 2023-2024 مؤشرات ايجابية لاقتصاديات القارة السمراء اكد عليها البنكو الافريقي للتنمية بالتدليل على ان اقتصاديات دول القارة ما زالت مرنة بعد تداعيات جائحة فيروس كورونا ولتأكيد رؤية البنك الافريقي اتجاه الاقتصاد الافريقي اشار الى محافظة 53 دولة من اصل 54 دولة افريقية على النمو وتوقعات مستقرة للعام المالي الحالي كما توقع البنك ان يكون هناك فرصة كبيرة للاقتصاديات الافريقية منخفضة الدخل للانتعاش بعد تداعيات مثل انتشار الوباء وذلك في ظل وفرة رأس المال وتعداد الشباب الهائل والاقتصاد المتنامي وايضا اوضح البنك الافريقي ان الاقتصاديات الخمسة الاسرع نموا في افريقيا تستعد لاعادة الانضمام للاقتصاديات العشرة الاسرع نموا حول العالم في السنوات المقبلة وعن التحديات التي تواجه دول القارة ذكر البنك الافريقي ان ظروف المالية العالمية السائدة وتكاليف خدمة الدين المحلي والاثار المستمرة لوباء كورونا تمثل عوائق كبيرة يجب على البلدان الافريقية اكتيازها وفي نهاية يناير الماضي رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاديات الناشئة والنامية بنسبة ثلاثة من عشر بالمائة الى اربعة بالمائة في الفين وثلاثة وعشرين وتوقع ان تنمو اربعة فاصل اثنين بالمائة في الفين واربعة وعشرين وذلك بعد ان نمت بنسبة ثلاثة فاصل تسعة بالمائة في الفين واثنين وعشرين ما يظهر ان هناك توافقا بين توقعات البنك الافريقي للتنمية وايضا صندوق النقد أعلن صندوق النقد الدولي أنه أحرز تقدم كبيرا في محادثاته مع باكستان بشأن الإفراج عن مساعدات مالية لكن لم يتم إبرام أي اتفاق حتى الآن هذا وقال صندوق النقد الدولي أن المباحثات عن بعد ستستمر خلال الأيام القادمة بشأن استئناف صرف الصندوق قردا أو قردا متدرجا بقيمة 6 مليارات دولار و 500 مليون دولار تم الإفراج عن نصفه تقريبا حتى الآن رفضت الصين قرارا لمجلس النواب الأمريكي يدين الصين بسبب ما يشتبه في أنه بالون تجسس صيني أسقط فوق المياه الأمريكية وصفة القرار الأمريكي بأنه محد تلاعب سياسي وتضخيم للأمر وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن الصين مستاءة بشدة من هذا التصرف وتعارضه بقوة وفي المقابل قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن على ثقة من أن الشركة المصنعة للبالون لديها علاقة مباشرة بالجيش الصيني ما بين الولايات المتحدة التي تسعى للحفاظ على مكانتها كقوة أظمى عالمية والصين التي لا يمكن تجاهل صعودها كقوة أظمى في الوقت نفسه تتواصل المناوشات بين البلدين بين الحين والآخر لعل آخر تلك المناوشات كان سببها المنطاضة الصينية الذي وصل إلى سواحل ولاية كارولين الأمريكية وتم إسقاطه وكشفت الولايات المتحدة أن البالون الصيني الذي عبر حدودها كان يحمل أنظمة هوائية قادرة على جمع الاتصالات كمعلومات استخباراتية كما أنه مجهز أيضاً بألواح شمسية كبيرة قادرة على تشغيل مجموعة من أجهزة استشعار جمع المعلومات الاستخباراتية ووفقاً لمسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية فإن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تستعد لاتخاذ إجراءات ضد برنامج المراقبة الصيني لا سيما بعد اكتشاف أن الشركة المصنعة للبالون لها علاقة مباشرة بالجيش الصيني وأن الهدف منه هو جمع معلومات حول مناطق عسكرية أمريكية تتمتع بدرجة عالية من الحساسية تأتي التفاصيل الجديدة في الوقت الذي يستعد فيه مسؤولون استخباراتيون وعسكريون وديبلوماسيون لإطلاع أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ على معلومات حول ما توصل إليه البالون الصيني وبحسب مسؤولين بمكتب التحقيقات الفيدرالي فإن المعلومات التي تم رفع السرية عنها مؤخراً حول البالون تهدف إلى دعم إدارة بايدن بأن المركبة تم تصميمها للتجسس على ارتفاعات عالية ومن ثم تبرير الإجراءات الأمريكية الوشيكة وتوجيه تهم جنائية لبكين في المقابل تؤكد الصين أن المنطاضة كان عبارة عن مركبة مدنية تجري أبحاثاً في مجال الأرصاد الجوية مستنكرة إسقاطه من قبل الولايات المتحدة وفي ظل هذه التطورات هناك تخوفات من أن تتسبب أزمة المنطاض في توتر العلاقات مجدداً بين البلدين والتي ظلت إلى فترة قريبة متأزمة للغاية أعلنت كوريا الجنوبية فرض أول عقوبة مستقلة على بيونج يانج رداً على سرقة العملات المشفرة وأنشطتها الإلكترونية الأخرى غير المشروعة ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية أنسول فرضت عقوبات خاصة على أربعة خبراء تقنيين كوريين شماليين وسبع منظمات تابعة للمكتب العام للإستطلاع وهو وكالة الاستخبارات العسكرية في كوريا الشمالية بسبب تورطهم في سرقة العملات المشفرة والهجمات الإلكترونية في الماضي تبنى مجلس الوزراء الياباني رسمياً سياسة تسمح بتشغيل المفاعلات النووية بعد نهاية عمرها الافتراضي الحالي والبالغ ستين عاماً إلى جانب بناء وحدات جديدة للتحل محل الوحدات القديمة كجزء من الجهود المبدولة لخفض انبعاثات الكربون مع ضمان إمدادات كافية من الطاقة على مستوى البلاد أفادت وكالة أنباء كيود اليابانية الرسمية بأن سياسة التحول الأخضر الحكومية الجديدة تتميز بالاستخدام المكثف للطاقة النووية إلى جانب الطاقة المتجددة وتمثل تحولاً رئيسياً في السياسة العامة لليابان والتي عانت من كارثة نووية مدمرة في عام 2011 هذا ومن المطاقع أن يتم عرض مشاريع القوانين الخاصة بتنفيذ السياسة الجديدة على البرلمان خلال الدورة الحالية قالت السلطات اليابانية أن الثلوج الكثيفة في أنحاء كثيرة من اليابان تسببت في إلغاء مائة رحلة جوية وإغلاق عشرات الطرق وتعطيل خدمات السكك الحديدية وأضافت السلطات اليابانية أن أجزاء من 31 طريقاً سريعاً أغلقت في وسط اليابان وشرقها بينما أغلق 54 مخرجاً بالطرق السريعة الرئيسية في وسط توكيو كما أن الخدمات على أكثر من 12 مصاراً للقطارات في وسط اليابان وشرقها توقفت وإلى ملف حياة كريمة حيث انطلقت اليوم أعمال القافلة الطبية بالوحدة الصحية بالمستعمرة التابعة لإدارة القصيرة الصحية يأتي ذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة هذا وقد وقعت للقافلة الكشف الطبي مع صرف العلاج إلى 109 حالة بمختلف التخصصات الطبية وتم إجراء الفحص المعملي والأشعاء والسونار فضلاً عن الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة وتم تقديم تلك الخدمات بالمجان للمواطنين المترضدين على القافلة الطبية نعم بصرف العلاج مجاناً والكشف والتحليل مجاناً عندنا أكثر من 100 صنف بيخدم أغلب التخصصات الطبية بطنة وجراحة وعيون وأنفو أذن ونسا المريض بيقوم بالكشف وبعد كده بيعمل التحليل اللازمة وبعد كده بيجي يوم يصرف العلاج كله بالمجان عندنا تحليل مختلفة بالقدم خدمة للمرضى كلها بالمجان من تحليل سكر ومجلبيين وأنزمات كابت وأنزمات كلا ومتابعة الكوليسترول نجحنا في فترة أن نحن بقدر إمكاني يكشف مبكر على الكوليسترول وأخطار جداً ومتابعة حالة السكر ومتابعة الحوامل نهي كان دور مهم جداً التحليل كانت من قياس رائع للدكاترة أنهم يقدروا يكشفوا ويخصصوا كل العلاج بالمجان لكل حالة المترددة تواصل وزارة الداخلية في عاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية والتي أعلنت وزارة الداخلية عن استمرار فاعلياتها حتى نهاية شهر رمضان الكريم وذلك لتوفير كافة أنواع السلع بتخفيضات تصل نسبتها إلى ستين بالمئة في أفرع كبرى السلاسل التجارية والمنافذ المشاركة فيها والتي يصل عددها إلى ألف وست وخمسين فرعاً على مستوى الجمهورية موضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت تحت رعاية رئيس الجمهورية تواصل وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة كلنا واحد والتي أعلنت الوزارة استمرار فعالياتها حتى نهاية شهر رمضان المبارك لتوفير كافة أنواع السلع بتخفيضات تصل نسبتها إلى ستين بالمئة في أفرع كبرى السلاسل التجارية والمنافذ المشاركة فيها على مستوى الجمهورية والتي يصل عددها إلى ألف وست وخمسين فرعاً موضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت وجاء مد فترة مبادرة بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتلبية متطلباتهم بأقل تكلفة ممكنة السلع كلها متوفرة بشكل كبير جداً المنتجات كلها متوفرة في كل الفروع مش فرع واحد بس ودي يعني نسكر فيها أسطر رئيس جداً وما خلالنا نشارك في حاجة زي كده معايا كل السلع موجودة الحمد لله يعني كل اللي بحتاجه بلاقيه هنا هو متوفر بصراحة في المكان كل حاجة والأسعار كمان كويسة هنا في ظل أزمة علامية بتأثر على العالم كله ومأثرها برضو على مصر ومنطقة الشرق الأوسط بس المنتجات متوفرة وأسعارها كويسة مبادرة كلنا واحد يعني كويسة جداً ما شاء الله بنشكر سيد رئيس وزارة الداخلية على توفر السلع والمنتجات في الأسواق شكراً يا رئيس أنك في ظل غلاء الأسعار اللي في العالم كله حضرك موفر لنا مبادرة زي مبادرة كلنا واحد الأسعار فيها متناول الجميع ألف شكراً يا رئيس ودائماً داعم لنا ربنا خليك لنا ولضمان توفير مزيد من السلع للمواطنين بتخفيضات كبيرة في إطار المبادرة أقامت وزارة الداخلية بالتنسيق مع كبار التجار والموردين عدداً من الشوادر الرئيسية بالشوارع والميادين تتوفر فيها كافة أنواع السلع بالتخفيضات المعلن عنها لتلبية المتطلبات واحتياجات المواطنين بأقل تكلفة ممكنة مصر الكبيرة في كل وقت وكل عصر والكل عارف إن مصر طول عمرها أصل الحكاة وحرصاً من وزارة الداخلية على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين خاصةً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك شاركت الوزارة ومن خلال منظومة أمان في معرض أهلاً رمضان بسلع متنوعة ذات جودة عالية وأسعار مخفضة حيث شهدت إقبالاً كبيراً من المواطنين على الشراء مستفيدين من تلك التخفيضات كما وجهوا الشكر لوزارة الداخلية على المشاركة الفاعلة في هذه المعارض أنا جيت النهاردة لمعرض أهلاً للمضان لقيت الأسعار حلوة جداً ورقيصة عن برا وكل حاجة متوفرة زيت، سكر، رز، مقارونة، عسل، كل حاجة الأسعار كانت حلوة بالزيادة بأمانة وأرخص أسعار كانت هنا وأحسن أسعار كانت هنا بأمانة شكر للريس وشكر للزارة الداخلية شعب وقيادة وشرطة إحنا وكل فر حبك علينا بلدي فر ونبقى جنبك للنهار كما تقوم منظومة أمان بطرح كميات كبيرة من السلع عبر منافذها المتحركة الموجودة بالشوارع والميادين على مستوى الجمهورية بتخفيضات كبيرة إضافة إلى توفر السلع في 1026 منفذاً سابتاً ومتحركاً تابعاً للمنظومة على مستوى الجمهورية بتخفيضات كبيرة وهي موضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت كما قامت منظومة وأمان بطرح سلع غذائية بأسعار مخفضة عبر سيارات متنقلة موجودة بالشوارع والميادين جينا العربية وزارة الداخلية بتوزع فباق وحاجة حلوة جداً والأسعار كويسة يعني كرتنا بـ 50 جنيه حاجة رخيصة مش غالي أسعار جميلة وزي الفل وطحيا مصر جهود اجتماعية تبدلها وزارة الداخلية من عجل تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية في ظل المتغيرات الاقتصادية التي تؤثر على أسعار السلع فكانت المساهمة الفاعلة من الوزارة بتوفير هذه السلع تحت مظلة مبادرة كلنا واحد بأسعار مخفضة لا تتوقف مبادرة كلنا واحد التي أطلقتها وزارة الداخلية عن تقديم الدعم والمساندة للمواطنين لتخفيف الأعباء عنهم فالمرحلة الثالثة والعشرون من المبادرة التي أطلقتها وزارة الداخلية تهدف إلى توفير كافة أنواع السلع وبجولة عالية وبتخفضات انقص النسبة إلى 60% في قبرى السلاسل التجارية المشاركة فيها وهو ما يأتي في إطار الدور الإنساني والمجتمعي لوزارة الداخلية عبدالله بركات التلفزيون المصري نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداول من أنباء بشأن إصدار قرار بعقد ثلاثة امتحانات ورقية بديلة عن امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني وأشدد المركز الأعلمي لمجلس الوزراء على استمرار نظام التقييم لصفوف النقل من الصف السادس الابتدائي حتى الثاني الاعدادي دون أي تغيير معضحا أن الطالب يقوم بتأدية ثلاثة اختبارات في الفصل الدراسي الثاني تنقسم إلى اختباري شهر والاختبار الثالث واختبار نهاية العام الدراسي 2023 يخوض فريق قرة القدم الأول بنادي الزمالك مهجة هام حينما يصديف فريق شباب ببلوزداد الجزائري في سادسة مساء على استاذ القاهرة الدولي من منافسات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من دور أبطال إفريقيا يسعى الزمالك خلال اللقاء إلى تجاوز نتائجها السلبية خلال الفترة الأخيرة وتحقيق انطلاقة قوية في مجموعته بدور الأبطال التي تضم إلى جواري مع الفريق الجزائري كل من التراجئة التونسي والمريخ السوداني بهذا مشاهدين الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية نشرة الثالثة من التلفزيون المصري ولم يتبقى سوى التذكير بأهم العنوية لليوم الخامس على التوالي عمليات البحث عن ناجين تحت أنقاض الزلزال تتواصل في تركيا وسوريا وأجهود الإغاثة تتوافدوا على المناطق المنكوبة موسكو تعلن رفضها الكامل لشروط مبادرة السلام الأوكرانية وكيف تحث الغرب على مزيد من الدعم العسكري بريطانيا تسجل صفر نمو في ربع الأخير من عام 2022 موسيقى ختم نشرة الثالثة دمتم في رعاية الله وأمنه شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء موسيقى